أم الجمعة أجواء مشمسة تماما على المدن الساحلية لكن خلايا رعدية ستنشط على المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية هذا النشاط الرعدية سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الوحاد بالصحراء الوسطى لكن مرفوقة بأمطار احتمالا تكون رعدية ومعتبرة بأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى لتتعدى 34 بالسواحل 38 درجة بالمدن الداخلية 40 درجة بشمال الصحراء وسطة 40 درجة بأقصى الجنوب يوم السبت بحول الهبوب الرياح قوية نسبيا على السواحل الوسطى والغربية الخلايا الرعدية أقول دائما تبقى في الموعد فيما يخص المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية هذا النشاط الرعدية سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الوحاد بالصحراء الوسطى دائما يبقى أكثر نشاطا وفعالية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى عموما تبقى في استقرار بالشمال وبالجنوب بداية الأسبوع القادم بحول الهدن يوم الأحد فالأجوال مشمسة تبقى في الموعد بنسبة للمدن الساحلية لكن صحب كثيفة ستنتشر على المرتفعات الداخلية الغربية مرفوقة برعود وحتى بالنسبة لهبوب رياح قوية نسبيا على هذه المناطق مع خلايا رعدية منعزلة ستنشط على المرتفعات الداخلية الوسطى مرفوقة بأمطار فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية هذا النشاط الرعدية سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الوحاد بالصحراء الوسطى دائما أمطار احتمالا تكون معتبرة ورعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة القصوى تتروح بـ 28 إلى 41 درجة بالمدن الشمالية 42 بشمال الصحراء ترتفع كلما تجهنى نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 47 درجة